نشوف الأسئلة بقى أسئلة حضراتكم اللي أكرمتونا وأرسلتوها على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا وأول سؤال عندنا بيقول إيه زوجتي أخدت عفش البيت كله وأنا في الشغل ونمت على الأرض ثلاث شهور مع العلم بإني قيمة الزوجية بمبلغ سبع تلاف جنيه والعفش اللي أخدته حوالي مئة وخمسين ألف فما حكم ذلك يا بدولي إن من الحكاية اللي انت حكيتها كده الناس هتقول إيه الناس هتقول إن انت ده ظلم ومش هقدر أقولك إن انت ده ظلم ليه طيب لإن إذا كانت الأيمة المكتوبة بسبع تلاف جنيه احنا لسه معرفناش العفش اللي اتاخد ده اللي أنا مش موافق إن زوجة تاخد العفش من وراء جزء وهو في الشغل أنا موافق إن الناس لما تيجي يحصل بينها حالة من حالات الرشد حالة من حالات المفارقة بالمعروف حالة من حالات الكرامة لكل الزوجين هو دوت المطلوب فإن اللي حاصل هي لو كانت الأيمة بتاعتها بسبع تلاف جنيه بس وهي جايبة كل العفش اللي هي أخدته طيب والعفش ده عفشها خاصة إنه كان معاه فوتيره فالعفش ده عفشها فأنا ما أدارش أقول إن اللي أخدته دوت هيكون غصب يعني غصبة الحياة دي يعني أخذت مالا غيرها وأكلت مالا الناس بالباطل ما أدارش أقول كده ما أدارش أقول كده ليه لأن أنا مش عارف هي العفش اللي أخدته ده كانت هي اللي جايبها ولا أنت اللي كنت جايبه طيب العفش اللي هي أخدته ده معاه فوتيره ولا لا يعني معاه هما يثبت إن هي ملكة ولا لا طيب هي لو كانت هي اللي جايب العفش ده فأخدته آه هي عملت معصية إن هي عملت ايه أني غفلت جزء وخدت العفش من وراه لأنه هو ما زال زوجها وده مش من العشرة الحسنة ده مش من العشرة اللي ايه؟ الحسنة لكن العشرة الحسنة بتقول ايه؟ يمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان طيب هل فاقع ده فيه؟ التسريح بإحسان يعني عافين مفارقة بإحسان؟ لا ده مش مفارقة بإحسان وخاصة لو كنا لسه مجوزين طب نعمل ايه؟ ليقعد الناس مع بعضهم لكن مش كل واحد يغضب من التاني يروح خاطف حاجة ويجري لا ده ما يصحش وما يجوز شرعا وده ما يصحش أما وإني بقى هي خدت الحاجات دي مش هقدر أقولك أن ده نوع من أنواع غصب المال مال الغير وأكل مال الغير ده بالباطل إلا إذا كنت أسألك وزاك السؤال ده محتاج حاجة أسمعها عندنا بنسميها في الفتوى محتاج استفاء استفاء يعني إيه؟ أن نسأل بعض الأسئلة اللي منها هي العفش ده هي اللي جايباه ولا حد تاني اللي كان جايبه فإذا كان العفش ده هي اللي جايباه وهي ملكة الوثيقة اللي هي تدل على زيك فده عفشها حتى لو كان في الأيبة مكتوب أقل من ده لأن هي ده ملكها وهي كانت وضعاه لكي تحيا به معك لأن الأصل إن الزوج هو اللي يؤثث بيت الزوجية فإذا ده ما حصلت شوية أسسته بنفسها ومعاها ما يثبت ملكها لده فأخذته آه هي متعدية إن هي تعدت على حرمة البيت ده لكن ده ما يمنعش وما يخلاش هي اختصبت هذا المال